نعم يعني في وسط القطاع الأوضاع لا تقل ضراوة عن جنوب القطاع ومنذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة نتحدث عن غارات مستمرة من قبل الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع التي بدأت هذه الغارات باستهداف شقة سكنية في أبراج عنجلوت محيم أنه سيرت غرب وسط القطاع نتج عن هذا الاستهداف أربعة شهداء وعدد آخر من الإصابات التي وصل جزء منها إلى مستشفى العودة بالمحيم وجزء آخر قد وصل إلى مستشفى الشهداء الأقصى حيث أن تواجد كان هناك أيضا في منطقة دير البلح بالتحديد المناطق الشرقية وبالتحديد أكثر المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح في شارع أبو عريف قامت طائرة مسيرة بتفجير قنبلة في عدد من المواطنين مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر إضافة إلى ذلك أن طائرة استطلاع من نوع كواد كابتر قامت برقاء قنبلة على عدد من المواطنين بمنطقة حكر الجامع وهي المنطقة الجنوبية لوسط قطاع غزة مما أدى إلى إصابة عدد منهم ولم يجدوا سيارة إصعاف تقوم بنقلهم تم نقلهم من خلال سيارات مدنية قد وصلت بهم إلى مستشفى الشهداء الأقصى ووصفت حالاتهم أن أغلبها هي ما بين الخطيرة والمتوسطة إلا أن حتى هذه اللحظة الطاقم الطبيعية لا زالت تتعامل مع هذه الإصابات التي وصلت إلى المستشفى رغم قلة الإمكانية تتحدث عنها الوزارة في أكثر من مرة هذا من جانب من جانب آخر إذا ما تحدثنا عن العمل العسكري الميداني على الأرض من ناحية الحركة أو العمل البري لهذه الآليات الإسرائيلية لوحظة في ساعات الصباح الأولى أن هناك تقدم لهذه الآليات حتى وصلت إلى ما يعرف بمنطقة ملعب الطواشي وهي المنطقة الشرقية لمدينة دير البلحة هذه الآليات التي تقدمت تقوم بإطلاق الرصاص بشكل مكتف وكما تقوم بإطلاق قدائفها المدفعية بشكل مكتف على المناطق الشرقية لمدينة دير البلحة وبالتحديد على ما يعرف على أبراج القسطل المنطقة الشرقية لوسط قطاع غزة من ناحية أخرى نتحدث عن قصف مدفعي لم يتوقف وهذا ما اعتاد عليه سكان قطاع غزة بشكل عام ووسط القطاع بشكل خاص إذ أن المدفعية الإسرائيلية لا تتوقف في إطلاق قدائفها باتجاه منازل المواطنين بالتحديد شرق منطقة أو مخيمي المغازي والبريج شرق مدينة دير البلح إضافة إلى المنطقة الشمالية الغربية والشمالية الشرقية أي شمال مخيم النصيرات وأيضا على منطقة المغراقة ومنطقة مدينة الزهر وهي منطقة الشمالية الغربية لوسط قطاع غزة نلاحظ أيضا بأن هناك تحليق مكثف لطائرات الكواد كابتر التي لا تتوقف في التحليق وفي استهداف وأيضا في إطلاق الرصاص على المواطنين بين فينة وأخرى مما يزيد من أعداد المصابين الذين يصلون بين فينة أخرى إلى المستشفى من خلال السيارات المدنية اشتركوا في القناة